أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة عن علم بارز كبير مهم من أعلام العراق لو لاه لضاع جالب من تاريخ العراق لأنه كان مؤرخا دقيقا سجل وقائع حقبة مهمة من تاريخ وطنه ما كنا لنعرفها أو أن نعرف تفاصيلها لو لا ما كتبه هذا الرجل كتب نحو من 34 كتابا 28 كتابا منها في تاريخ وطنه كان رجلا وطنيا لكنه باختصاصه في مجال اختصاصه ذلك هو الشيخ ياسين بن خير الله الخطيب العمري صاحب المؤلفات الكثيرة التي أرخ فيها تاريخ وطنه العراق وفضلا عن كتوبه الأخرى في مجال العلوم الأخرى ياسين العمري ظاهرا أو حالة حقيقة يندر أن نجد مثلها في العراق في العصر العثماني نعم هناك مؤرخون كبار وقد عرفنا ببعضهم ولكن هؤلاء كتبوا كتابا أو كتابين أو ربما أكثر من ذلك قليلا ولكن هذا الرجل كان يعني مؤسس كأنه مؤسس قائم بذاتها قضى عمره كله في كتابة في استياد المعلومة التاريخية في عصر لم يكن متاحا للمؤرخ أن يصل إلى حقيقة ما يحدث في الأقاليم الأخرى إلا بصعوبه ولم يكن ممكنا له أن يطلع على خفايا الأمور لعدم وجود وسائل المعلومات التي نعرفها اليوم هذا الرجل كان يتصيد المعلومات ويبحث عنها حتى من أبناء أو من أهل القوافل الذين كانوا يصلون إلى مدينته يذهب إليهم ويتسمع منهم ويسألهم كان هذا الرجل مؤرخا حتى النخاع يذهب إلى كل من له معلومة مسافر جاء إلى مدينته مسافر ذهب إلى المدينة الفلانية وعاد يذهب يسأله وكأنه يسأله عن عزيز عن صحة عزيز يعرفه وكان يصطاد أقول يصطاد لأن العملية لم تكن سهلة كما نتصور كان يذهب إلى هؤلاء ويأخذ عنهم ما يعرفون ويستنطقهم بحرص ويجمع من أقوالهم تاريخا مضطردا لهذه المدينة أو تلك مع أنه كان موصليا لكنه كتب كتابا مهما ربما هو من أول الكتابات التي كتبت في تاريخ بغداد سماه غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام الرجل كان يعني يتجاوز في اهتماماته مدينته الموصل إلى أن يكون العراق كله هو أفق اهتماماته فكذب في تاريخ الموصل وكتب واستطرد في تواريخ مدن أخرى وحقيقة ياسين العمري هو نفسه يصف دوافعه إلى كتاب التاريخ وطنه يقول لأن حب الوطن معجون بفطرة الرجل حتى هذا التعبير ينم عن وطنية كامنة في داخله عبرت عن نفسها بما كتب ياسين العمري حقيقة لا يمكن للمؤرخ اليوم أن يبحث في تاريخ العراقي خلال القرن السابع عشر الثامن عشر بدايات التاسع عشر إلا ويعود إلى مؤلفاته إذن هو يستحق فعلا أن نذكره في هذه الحلقة معلوماتنا عن حياته الأولى غير كافية سبحان الله أولئك المؤرخين يؤرخون لغيرهم وينسون أنفسهم وربما ينساهم الآخرون في عهدهم ولكن تبرز أهميتهم فيما بعد لا نعرف حياته الأولى ولكن يبدو أنه تأخر بعض الشيء في تلقي العلم يعني لا ندري من هم شيوخه ولكن ذكر بعضهم أحد العلماء ذكره وذكر أنه التحق بمدرسة زكريا التاجر إحدى المدارس المهمة في الموصل التي أنشأها بعض التجار لهذه المدينة التحق بهذه المدرسة لكن لا نعرف مصادر معلوماته الأخرى أو دراساته الأخرى أو الشيوخ والعلماء الذين درسوا على يدهم إلا هذه المعلومات القليلة التي ذكرناها لكننا نعرف أنه في وقت قريب يعني في شبابه في السابع عشر من عمره بدأ بنسخ الكتب وقضية نسخ الكتب لا تصورها عملية هيئة يعني أن ينسخ كتابا كبيرا هو يدرسه في أثناء نسخه إياه وبالتالي تكون هذه الكتب هي اللبنات الأولى التي تنم عن اهتمامات هذا الشاب العلمية والتقافية مثلا نسخ ديوان الصفي الحلي نسخ دواوين الشعر نسخ كتبا حتى كون له مكتبة أدبية تاريخية منذ عهد شبابه ثم أن أبوه وأسرته الأسرة العمرية في الموصل أسرة عريقة شهيرة بمن خرجته من العلماء والأدباء ومنهم على سبيل المثال أبوه خير الله العمري كان أديبا وكان عالبا وكان صاحب مكتبة وعمل خطيبا في جامع العمر في الموصل لطيلة حياته فكانت مكتبة أبيه المعين الأول لثقافة ياسين العمري ولا ننسى أن أخوه كان مؤرخا أيضا وهو محمد أمين العمري صاحب كتاب منهل الأولياء ومشرب الأصفياء في تاريخ الموصل الحدباء فاجتمع العالمان المؤرخان ياسين وأخوه وأخوه والأكبر في بيت واحد وأفاد من مكتبة أبيهما خير الله وبدت مواهبه واهتماماته التاريخية تبرز شيئا فشيئا وأخذ بكتابة كتاب مهم في تاريخ الموصل وإذا بنتاجاته تتوالى في السنين التالية لا سيما بعد وفاة أخيه كأن أخوه كان هو الماسك لمقود هذه الأسرة في مجال التقافي فلما توفي محمد أمين العمري تفرغ تماما وانصرف ياسين إلى مواصلة ما بدأه أخوه وشرع يكتب مؤلفات مهمة جدا في تاريخ وطنه لم يكن ياسين العمري منعزلا عن مجتمعه كان مشاركا بشكل حقيقي في جميع الصراعات الدائرة في مدينته الموصل في عهده وكان منضما إلى تكتل كان يسمى تكتل أو جماعة باب عراق في مقابل تكتل آخر كانت الموصل قد انقسمت إلى فريقين يتصارعان بين حين وآخر يتنازعان باب عراق وقد انضم إليه ياسين العمري والميدان الذي يمثل الجهة الأخرى وهذه ظاهرة موجودة في المدن العراقية في ذلك القرن أكثر المدن العراقية كانت فيها مثل هكذا نزاعات محلية ربما كانت تعبر عن طاقات محبوسة لدى الشباب يعني ينضم هذا إلى هذه الكتلة وينضم ذاك إلى تلك فوجد ياسين العمري نفسه قد انضم إلى هذا التكتل الذي كان يناصر ويؤيد حكم الأسرة الجليلية الأسرة التي تولت إدارة الموصل نحو قرن ويزيد كان متحمسا إلى ولاة الجليلين ذلك لأن أولئك الأولاد كانوا موصليين يعني هو كان مع أن يحكم الموصل موصلي منها من أهل هذه المدينة فتحيز إلى الأسرة الجليلية لكنه وكان يكره أن يلي مدينة الموصل أو ولاية الموصل والي تعينه الدولة العثمانية من خارجها ويسميها والي دخيل لكن هذه الدولة حينما كانت تتعرض إلى مخاطر خارجية وإلى تحديات أوروبية تجده يقف إلى جانبها يعني هنا يبرز شعوره العام يقف إلى جانب الدولة العثمانية باعتبارها الدولة التي تمثل معظم العالم الإسلامي في ذلك الوقت وكان يخشى أن الروس من هنا والنمساويين ولها أعداء كثر وكان حين ذاك تجده مع الدولة لكن حينما يعني الأمر يتعلق بحكم مدينته تجده يفضل أن يكون غاليا موصليا ولذلك قلنا أنه كان يعني يقف بقوة إلى جانب هذا التكتل الذي يتفق معه في هذه المسألة شارك في الدفاعات في الفلزاعات المحلية شارك في الحياة العامة أعماله التي نعرفها هو أنه اشتغل في بعض البظائف الشرعية البسيطة يعني إماما في بعض بيوت جليليين لكن كانت اهتماماته أكبر من أعماله لأن عمله هذا ترك له فرصة أن يعمل في تأليف كتبه كتب مكتبة كاملة من نفائس الكتب مثلا مما كتبه كتاب غاية المرام في تاريخ محاسم بغداد دار السلام هذا الكتاب جمع فيه تاريخ بغداد وأتى بفصول مهمة وشيقة من تاريخ هذه المدينة وترجم لولاتها وترجم لعلمائها وعرف بالمدن الأخرى التي كانت يعني تدخل في نطاق سيادة بغداد عرف بعديد من المدن حقيقة والقصبات العراقية وترجم لشعرائها وخلفائها حقيقة غاية المرام يمثل موسوعة مصغرة لهذه المدينة العظيمة بغداد الكتب الأخرى كانت تؤرخ لها يعني من عصر كذا إلى عصر كذا ولكنه أراد بكتابه أن يترك موسوعة متكاملة يعني تحيط بشؤونها التقافية والعمرانية والسياسية وغير ذلك كتب كتابا مهما في تاريخ الموصل سماه منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء وحقيقة كتاب منية الأدباء يمثل إضافة جديدة لما نعرفه عن تاريخ هذه المدينة ومن الاسم نفهم الدوافع منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء أرخ لمدينته وعرف بما كان يعني يتبعها من قرى ومن مناطق وقصبات وبالتالي لم يقتصر على المدينة بأسوارها وإنما انطلق ليؤرخ لقراها أيضا وهو ربما من أوائل من اهتم بتسجيل ما هو خارج أسوار مدينته من قرى ومن أعمال تابعة لتلك المدن وحقيقة كان يستعين بكتاباته في هذه خاصة عن مدينته بداكرته بداكرته هو كان يملك ذاكرة قوية لأنه أرخ لأحداث وقال رأيتها بنفسي وهو عمره كان طفلا يعني سجل أحداث المهمة وعمره لم يتجاوز الثالث عشر من عمره كان مؤرخا يعني بالفطرة منذ عهد بعيد منذ يعني حياته الأولى تجده يسجل أو يتذكر في الأقل ما كان يراه فاعتمد على ذكرياته الشخصية اعتمد على ما كان يسمعه من معاصريه يذهب إليهم ويسمع منهم وبالتالي جاءت كتبه هذه غنية بمعلومات قل من ذكرها وقل من التفت إليها لم يقتصر على التاريخ السياسي كان يمكن أن يفعل ذلك وكان الولاد يحبون أن يقرأوا في هذه الكتب ما يتعلق بهم أو بأسلافهم من الولاد ولكنه اهتم أيضا حتى بالظواهر الطبيعية تكلم عن الزلازل التي تعرضت لها مدن بلاده تكلم عن الظواهر الصحية عن الأوبئة عن الطواعين عن تكلم عن الظواهر الطبيعية مثل مثلا حدوث كسوف وخسوف وسقوط هذا المذنب وذاك كانت تعينه في ذلك ثقافة عامة واسعة تكلم أيضا عن الظواهر الاقتصادية الغلاء وارتفاع أسعار المواد والرخص وانخفاض هذه الأسعار في تلك الأسعار وأسباب ذلك حقيقة يمكن أن نقول بأن ياسين العمري في بعض ما كتب كان مؤرخا اقتصاديا أو مؤرخا اجتماعيا كما نقول الآن اهتم بالظواهر الاجتماعية والاقتصادية مثل اهتمامه بالظواهر السياسية كان الرجل على على مجهولية معرفتنا مجهولية الفترة الأولى التي قضاها من حياته كان متقفا كان مطلعا كان مطلعا على مؤلفات المؤرخين الذين سبقوه وبالتالي تمكن من أن يمسك بزمان منهج الكتابة التاريخية يعني يعرف منهج المنهج العلمي للكتابة التاريخية فتجد كتاباته تجدها متماسكة محكمة مشحونة بالمادة العلمية بعيدة إلى حد كبير عن التحيز إلا في بعض الحالات ذكرنا أنه كان متحيزا لهذه العسرة ربما أو لوطنه وهو معذور في ذلك قال حب الوطن معجون في بدم الرجل يعني ب جسمه يعني لكن عدى ذلك كان الرجل يملك من الحيدة العلمية ما جعل مؤلفاته تجد انتشارا وتقدير النخبة النخبة المجتمع ثم حينما طبعت أصبحت المصدر الأساس للمهتمين بتاريخ العراقي لا سيما في القرن الثامن عشر ترجم لأدباء الموصل بكتاب سماه الدر المنتثر في تراجم فضلاء القرن الثالث عشر مع أن هناك كتاب مشابه بالعنوان لعلي على الدين الأهلوسي في بغداد ولكن هذا الكتاب كان الأول الذي حمل هذا العنوان الذي ينم العنوان عن مضمونه الدر المنتثر يعني كأن أولئك الأدباء قطع الدر كالدر الذي يزين جيد مدينته في ذلك العصر كثب أيضا كتبا في منهج غريب يعني ترجم كل من اسمه أحمد ترجم كل من اسمه سليمان وكان يهدي هذه الكتب لولاة أما اسمهم أحمد وأما اسمهم سليمان أو غير ذلك من الأسماء يعني يختار المناسبة في الإسم ليكتب كتابا في التراجم وبالتالي ترجم لعدد كبير من الولاة والأدباء الذين لا يجمعهم إلا تطابق الإسم مع ذلك هذه الكتب جاءت معينا لمن يُعنى بتراجم العراقيين وغير العراقيين في ذلك العصر يعني حينما أهدى كتابا لسليمان باشا الجليلي ترجم فيه لكل من اسمه يطابق اسمه كتب كتابا حقيقة يعني فريدا وهو الروض الفيحاء في تواريخ النساء هو من القل القليل الذين عنوا بتاريخ أو بالترجمة للنساء في عصره وكتابه هذا طبع حقيقة ووجد انتشارا لأنه لا تجد من عني بتاريخ المرأة اهتم بتاريخ المرأة اهتمامه بتاريخ الرجال من النابهين من اهل مدينته وحقيقة الروض الفيحاء في تواريخ النساء كتاب مهم بكل معنى الكلمة تكلم عن النساء من الأميرات والملكات والأديبات وتكلم عن غيره من النساء ايضا قام بأعمال اخرى كتب كتابا مهما في الطب كان معنيا الى جانب اهتمامه بالتاريخ بالطب وكتابه هذا سماه الخريدة العمرية كان كتابا مهما في هذا العلم المهم ايضا يعني كتب كتبا اخرى في علوم مختلفة وكان له ديوان شعر او اكثر من ديوان شعر واكثر شعره في التاريخ يعني في مناسبات تاريخية فشعره يصلح ان يكون هو بذاته مصدرا من مصادر دراسة الاحداث التاريخية لا نعرف متى توفي بالضبط ولكنه توفي بعد 1232 هجرية يعني بالتأكيد ولا يبقى الا ان نترحم على روح هذا المؤرخ والعالم الجليل والى حديث اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة